برنامج المنح المصغرة الموجه للجمعيات الناشطة في مجال البيئة أحد أهم المشاريع التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة بمختلف هيكلها وذلك لمواجهة المخاطر والمشاكل البيئية التي يعاني منها عالم اليوم وفي الجزائر التي انضمت إلى هذا البرنامج عام 2011 تم تمويل 19 مشروعا بقيمة 600 ألف دولار أمريكي قصية وامتياز البرنامج نفقات المصغرة أن نقوم بمشاريع على مستوى محلي جدا التي لديها فعالية مباشرة على مدى قصير ومدى متوسط وليتشرك كل الممثلين عن المجتمع المدني وسلطات المحلية على مستوى المحلي رفق عباس أحد المستفدين من برنامج المنح المصغرة حيث نجح عبر تجرباته في تقليص نسبة التلوث في مياه قنوات الصرف الصحي التي تصب في وادي تمزجيدا بولاية الندية مرحلة الإنجاز حوض التطهير لتسمح بجمع مياه الصرف الصحي لمدينة تمزجيدا لبلدية تمزجيدا وتمريرها على هذا الحوض اللي عنده حجم كبير يعني قادر يعالج ما يقارب 900 متر مكعب من المياه القادرة عوض يعني تترمى مباشرة في النهر هذا في الوادي تعتمزجيدا كانت تعالج مما يؤدي إلى تصفية المياه ومعالجة الأضرار لقدر تسبب يعني تلوث البيئة خصوصا في المنطقة المجاورة لها الحمدانية وتستهدف اللجنة الوطنية للتوجيه المعنية بتسيير برنامج المنح المصغرة في الجزائر إلى التركيز في المرحلة الثانية من البرنامج على تمويل الأنظمة البيئية والسهبية والساحلية بالنظر إلى أهميتها العالمية في مجال التنوع العالمي ترجمة نانسي قنقر